أعلن البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للبرنامج الذي عقد ضمن فعليات اجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن تمويل ثلاثة مشاريع جديدة لتدعم الخدمات الصحية والبنية التحتية الأساسية لحياة اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تصديفهم في الأردن وفي لبنان وبين البنك الدولي أن إجمالي ما قدمه البرنامج من موارد تمويلية لمساندة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان إلى مليار دولار وأعلن البنك أن البرنامج سيحصل على تمويل إضافي كمنحة تتم الاستفادة منها في تقديم تمويلات ميسرة إضافية وذلك عقب إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 60 مليون جنيه استرليني وتهدف إلى تحفيز مصاريف التنمية متعددة الأطراف لتقديم المزيد من التمويل الميسر والذي سيوجه جزء منه من خلال هذا البرنامج هذا بالإضافة إلى عشرة ملايين أخرى تعهدت بتقديمها السويد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فخوري قال إنه لشرف للأردن أن يقدم الملجأ لهذا العدد الكبير من السوريين وينبغي أن لا نسمح لخدماتنا ومرافق بنيتنا التحتية الأساسية أن تفقد قدرتها الاستعابية لأن الأردنيين والسوريين على السواء سيتضررون وبهذه المساردة المقدمة من البرنامج أصبح لدينا الآن التمويل طويل الأجل الذي سيمكننا من التحمل ويساعدنا على الصمود من خلال توسيع القدمات الأساسية وتعزيز البنية